فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية بسم الله إليكم قال وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف أن الأمة تفترق على ثلاث وسبعين فرقة قال كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة وفي الرواية الأخرى من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فبين أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا فرقة واحدة وهم أهل السنة والجماعة نعم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر خبرا معناه النهي معناه النهي والتحذير فقال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة افترقت النصارى على إحدى وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ووقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فحصل الاختلاف في هذه الأمة وتشعبت بهم الأهواء وانحازوا عن الحق وكل ذهب إلى طريق كل ذهب إلى مذهب كل ذهب إلى رأي ويرى أنه محق وأن غيره على الباطل والحق أن كلهم على الباطل لأنهم لما تركوا الحق صاروا كلهم على الباطل ولهذا قال كلها في النار كلها في النار لأنهم لما تركوا الحق صاروا في النار إلا واحدة ما هي الواحدة؟ بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم قالهم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وأصحابي فدل على أنه لا نجاة من النار إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة ولهذا سموا بالفرقة الناجية الفرقة الناجية الناجية يعني من النار لأن الله وصف الفرق كلها بالنار إلا هذه الفرقة فهي ناجية من النار وهم أهل السنة والجماعة وهم أهل الحق في كل زمان ومكان فلا نجاة إلا بهذا فهذه الأمة مثل الأمم السابقة من بقي منها على الحق فإنه ينجو ومن خالف الحق فإنه يهلك والهلاك يختلف كلها في النار إلا واحدة كلها في النار إما لظلالها وإما لفسقها وإما لكفرها فكونهم في النار لا يدل على كفر الجميع بل يدل على أنهم كلهم في النار لكن منهم من يكون في النار لأنه كافر مخلد فيها ومنهم من يكون في النار لأنه مرتكب لكبيرة من كبائل الذنوب ومنهم من يكون في النار لأنه عاص معصية دون الكبيرة وكلهم في النار بحسب مخالفاتهم وبحسب ضلالهم المهم أن الفرقة عذاب وهذا معنى ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه يقول يا ابن أخي الفرقة شر لا شك أنها شر وأنها عذاب فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخبر خبرا معناه التحذير ثم إن الفرق التي تنتسب إلى الإسلام أكثر من 73 كما هو موجود الآن في كتب الفرق والملل والنحل أكثر من 73 لكن هذه فروع وأما الأصول فهي لا تخرج عن 73 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحاصل من هذا كله أن الله نهانا أن نسلك مسلك الأمم قبلنا من الاختلاف وثانيا أن من ترك الكتاب والسنة فإنه هالك إلا أن يتوب ويرجع إلى الكتاب والسنة ترجمة نانسي قنقر